برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الدول عبر صفحة فضائية نورسا فيسبوك استضاف هذا الأسبوع النائب السابق في البرلمان الأردني اللواء المتقاعد عماد صليبة معاهم والذي تحدث عن مسيرته العسكرية في القوات المسلحة الأردنية والمواقع القيادية التي تنقل فيها ثم مسيرته السياسية في مجلس النواب وإجمع أهل محافظة مادبة مسيحيين ومسلمين على انتخابه للبرلمان فإلى هناك كل خطوة في حياتي هي مسيحية وكل خطوة في حياتي هي أيضا عسكرية والآن أستطيع أن أقول بعد أن دخلت معترك السياسي من خلال اشتراكي في البرلمان الأردني وهذا شرف عظيم لي فلذلك وكأنني ألبس ثلاث قبعات في آن واحد المسيحية والتي أفتخر فيها والعسكرية والتي هي تكون كل جزيئات جسمي بعد خمس وثلاثين سنة من الإخراط بهذه العسكرية ودمي أصبح دم عسكري وبنفس الوقت السياسي التي عشت فيها أربع سنوات في مجلس النواب وأعطتني قوة ومنع كبيرة في هذه الحياة فهذه الأمور جميعها أستطيع أن أقول أنني تربيت ضمن هذه الدائرة الدائرة التي عشت فيها وأعيش فيها وعشت في وطن أفتخر فيه في وطن لن أستطيع الحصول على أي من هذه المكتسبات في غير الأردن في غير الأردن وأقولها بأمانة أي سنة أنت رقيت إلى رتبة لواء أنا رقيت إلى رتبة لواء بالتسعينات بالأربعة وتسعين خمس وتسعين لكن أنا سبقوني بعشرات السنين من ترفعوا وترقوا مسيحيين إلى رتبة لواء وسبقوني آخرين رقوا إلى رتبة فريق فنحن هذه الأمور كانت أمور طبيعية عندنا في الأردن عندما يقول أنه هناك قائمة ترفيع وفيها أربعة خمسة مسيحيين رقوا إلى رتبة لواء طبيعي ما حدا بستهجن هذا الأمر صحيح نعم صحيح لا أبدا وبنفس الوقت دعني أقول شيء بدام إحنا نقول عين على المشرق نعم أقول شيء إنه الأشياء التي حصلنا عليها في الأردن كأسكريين من رتب ومن مراكز هي أشياء فحقيقة نفتخر فيها لأنها أشياء يعني كانت مميزة عندما أقول مساعد رئيس سيد الأركان بالتخطيط والتنظيم نعم أنا كل ما للقوات المسلحة في يدي نعم ومشترياتهم في يدي والتطوير في يدي وأمور كثيرة في يدي نعم فكنت أنا مخول في كل الأمور ما كانوا يقولوا هذا مسيحي وهذا غير مسيحي هذا هذا يعني هذا يقودنا إلى الاستنتاج البديهي أنه هذا البلد هو نموذج فعلا نتحدث عن الدولة نتحدث عن نتحدث عن جلالة الملك عن الهاشميين قوات المسلحة الأجهزة الأمنية يعني هذه مدرسة تركز على أن جميع هم الأغلى ولا تميز ولا نقول ذلك يعني تزلفا وإحنا مش معاجه نتزلف أحد هذه شهادة شهادة ضمير شكرا